السلام عليكم ورحمة الله سعال وبركاته متابعين الكرام اليوم نحضر معكم الكيكة التي حققت اعلى نسبة مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي كيك بالماندارين او اليوسفي هي جي رائع جدا كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ما تنسوش عملوا اشتراك للقناة ديالي والضغط على الجرس باش يوصلكم لجديد ديالي واتبارتجيوم هالأصدقاء ديالكم لتعم الفائدة هادي نحتاجو في المكونات الماندارين او اليوسفي اللي غسلتهم مزيان نطفسو من بعد هادي نزولو القشور ديالو كيف كتشوفو وهادي نقطعو الى نصفين طريقة بسيطة جدا من بعد هادي نزولو هاد البودور ديالو كيف كتشوفو او هاد العديمة ديالو هادي نستمر على هاد الشكل هادا حس نكمل الكيميا اللي عندي كاملة نقطعها الى نصفين ونزول لها البودور ديالو طريقة بسيطة جدا هادي الكيك هادا كيجي رائع مكونات بسيطة صفي من بعد كيف كتشوفو من بعد مقتصو الى نصفين كمية كاملة هادي ناخد المول اللي هادي نندخل فيها الكيك الفرن كيف كتشوفو دهنسو بالزبدة من بعد غادي نرشو بالسكر سكر خاشين او سكر سانيدا هادي نرش فقط القاعدة ديال المول من بعد غادي نوضع الماندارين اللي قطته الى نصفين كيف كتشوفو هادي نوضعوه الى هاد الشكل هادا طريقة بسيطة جدا انا وضعت السكر في القاعدة باش هاد الماندارين يجي مكرمل في الوجه ديالو مني نقلب الكيك مني طيب كيجي لديد بزيف صراحة هاد الكيك بسيط لكن رائع جدا فعلا يستحق التجربة صفين بعد غادي نوضعوه جانبا وغادي ندوز باش نشوف المكونات الاخرى غادي نحتاج نصف كأس سكر خاشين او سكر سانيدا نصف كأس زيت نباتي نصف كأس حليب سائل نصف كأس عصير الماندارين غادي نحتاج جوج بيضات بدرجة حرارة المطبخ قبصة ملح لتحسين الضوء غادي نحتاج كأس واحد من الدقيق الابيض غادي نحتاج 16 جرام من خميرة الحلويات او بكين بودر غادي نحتاج 7.5 جرام سكر فاني او فانيليا غادي ندوزول طريقة تحضير غادي ناخد الإناء اللي غادي نحضر فيه الخلط غادي نضيف السكر والقياس اللي عبرت به دي الكاس هو قياس كاست العنبة كيف كتس عرفو كاست العنبة يزين 150 جرام نضيف السكر والبيض والفانيليا من بعد غادي نخلطهم بالطرى بالكهرباء حتيت ضعف الحجم ديالهم طريقة بسيطة جدا صافي من بعد غادي نضيف المكونات الأخرى الزيت ونخلط مزيان طرى باليدوي من بعد غادي نضيف الحليب نصف كاس عصير الماندارين نصف كاس ملح لتحسين الضوق تخلط المكونات مزيان كيف كتشوفو من بعد غادي نضيف الدقيق أنا استعملت هنا كأس واحد من الدقيق الأبيض دقيق من النوع الجيد غادي نضيف خميرة الحلويات أو باكن بودر ما يعادل 16 جرام كيسين كل كيس فيه 8 جرام تخلط المكونات مزيان لازم الخليط يكون خفيف بثاف ما يكونش تغيل باش الكيك يجي نهجي شرطب غادي نضيف بشر البرتقال أو بشر الماندارين القشرة دياله قطعتها صغيرة جدا هادي اضافة ضفتها من بعد غادي نضيف الخليط فوق هاد الماندارين غادي نضيف الخليط في المول ومن بعد غادي ندخلوا الفرن على درجة حرارة 180 ونرجع معكم هذا هو الشكل ديال الكيك من بعد ما طابق اللي بتو كيف كتشوفو كيجي الشكل دياله رائع جدا هادي نقطع منه قطعة بشتشوفو كيف عامل من الداخل كيجي طيب مزيان ما كيجيش معجن كيجي خفيف هشيش كيدوف الفم كيكة بسيطة لكن اللدة ديالها في البساطة ديالها هذا هو الشكل دياله كيف كتشوفو كيجي زوين بزاف شكلا ومداقا كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم الي اعجبكم الفيديو ما تنسونيش من تعليق ديالكم الجميلة ما تنسونيش من لايكات ديالكم والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله